أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا أعد يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثلا وثلاث وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فاكلوه هنيئا مليئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وكسوهم وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا حسبك السؤال الرابع يقرأ من قوله تعالى واضعب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضعب لهم واضعب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون ومن زيلة الحياة الدنيا والباقيات والباقيات الصالحات والباقيات والباقيات كما ترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا حسب السؤال الخامس والأخير اقرأ من قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين ومن يخرجوكم من دياركم وظاهروا على ومن يخرجوكم من دياركم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهن ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أدورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزوادكم إلى الكفار فعاقبتم وإن فاتكم شيء من أزوادكم إلى الكفار فآتوا الذين ذهبت أزوادهم فآتوا الذين ذهبت أزوادهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسدقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ وَمِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورُ حشبك صدق الله العظيم